نستكمل الحديث عن الفصل الثالث من مكرر العوم العام هو فصل الفلك الموضوع السابع قوانين الحرقة في المجموعة الشمسية الأهداف المفروض بعد ما تتعلم أو تدرس هذا الموضوع بعد دراسك للموضوع ده تقدر تذكر قوانين كيبلر الثلاثة تقدر تفسر حركة الكواجب حول الشمس وداخل المجموعة الشمسية قانون كيبلر الأول ينص هذا القانون على مدار الكوكب حول الشمس بيضاوي وليس دائري ويطلق على هذا الشكل اسمه قطع ناقص إذن قانون كيبلر بيقول مصار أي كوكب حول الشمس قطع ناقص تقع الشمس في إحدى بقرتين ده المصار الدائري ده الطريق الدائري له بقرة واحدة لا مركز واحد ده القطع الناقص أو البيضاوي له بقرتين اثنين أي كوكب مصاره هذا الشكل حول الشمس هذا الشكل والشمس موجود في إحدى بقرتين هذا الشكل قانون كيبلر الثاني الخط الواصل بين الكوكب والشمس الخط الواصل بين الكوكب والشمس يمسح مساعات متساوية في أزمنة متساوية الخط الواصل بين مركز الشمس ومركز الكوكب يمسح مساعات متساوية في أزمنة متساوية القانون الثالث لكيبلر مربع دورة الكوكب حول الشمس مربع دورة الكوكب حول الشمس تتناسب طردي مع مكعب بعده عن الشمس مربع دورة الكوكب حول الشمس تتناسب طرديا مع مكعب بعده عن الشمس دول تلك قوانين بتوع كيبلر اللي يفسروا الحركة داخل المجموعة الشمسية في الختام لخص ما تعلمت من هذا الموضوع ترجمة نانسي قنقر